جدد فخمة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على العهد الذي قطعه وإخوانه أعضاء المجلس لأبناء الشعب اليمني بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني نحو تحقيق الأهداف المشتركة للمرحلة الانتقالية وقال فخمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمة مسجلة إلى الاجتماع العام لهيئة التشاور والمصالحة إن القسم الدستوري والعهد الذي قطعناه مع إخوان أعضاء مجلس القيادة الرئاسي لأبناء شعبنا شمالا وجنوبا بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني ما يزال ثابتا ولن نحيد عنه مهما كانت التحديات وأضاف ها نحن اليوم نتحدث إليكم لنؤكد ثقتنا المتزايدة بقوة تحالفنا السراتيجي والتفافه حول أهدافه المشتركة للمرحلة الانتقالية الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الإخوة رئيس ونواب رئيس هيئة التشاور والمصالحة الإخوة أعضاء هيئة التشاور يسعدني أن أتحدث إليكم هذا اليوم بعد نحو 330 يوما على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفرق المساندة له بموقف إعلان نقل السلطة في السابع من أبريل العام الماضي على أمل أن تمثل اجتماعات الهيئة نقلة مهمة في مسار تحالفنا الوطني العريض ضد المشروع الإمامي الإيراني التدميري إننا في مجلس القيادة الرئاسي ممتنون لرئاسة وأعضاء هيئة التشاور نساء ورجالا بمن فيهم رعيلنا الفريد من الخبرات والقادة الذين كانوا إلى جانبنا على طول الطريق دعما وإسنادا للمجلس وحرصا على بقائه متفاعلا ومتحدا حول الأهداف المشتركة وتحقيق التوافق المنشود في إدارة الدولة لاستحقاقات ما تبقى من المرحلة الانتقالية وإننا نأمل أن تمثل اجتماعات الهيئة الموسعة رسالة إضافية قوية بالنسبة لمستقبل أكثر تماسكا واطمئنانا بوضع اللبنات والأطر المرجعية لحماية توافقنا الوطني وإرادة شعبنا وضمان المشاركة المجتمعية الواسعة دون إقصاء أو تهميش إن القسم الدستوري والأهد الذي قطعناه مع إخواني أعظم إجلس القيادة الرئاسي لأبناء شعبنا شمالا وجنوبا بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني ما يزال ثابتا ولن نحيد عنه مهما كانت التحديات وها نحن اليوم نتحدث إليكم لنؤكد ثقتنا المتزايدة بقوة تحالفنا الاستراتيجي والتفافه حول أهدافه المشتركة للمرحلة الانتقالية لقد كنا واثقون منذ البداية بأن بعض التباينات في مرقعياتنا وتجاربنا ستجعلنا متميزين وأكثر قدرة على الاستجابة للواقع المعقد وللمتغيرات الطارية وبعون الله سنمضي مؤمنين بمبادئ الحق في الحرية والاختلاف والمشاركة كأسس دستورية أصيلة بينما يفتقدوا إلى نعمتها أولئك السلاليون المرتهنون للمشروع الإيراني التوسعي في بلادنا أيها الأخوات أيها الأخوة في المبادئ النظرية لأنظمة المصالحة يأتي الإنصاف وتخليد الذكرى كقيم مثلى لتكريم مدننا ورجالنا ونسائنا الذين كانوا سباقين إلى ميادين المقاومة منذ الطلقة الأولى لمقارعة الغزو الفارسي بالسلاح والجهد والمال والكلمة فتحية لهم شهداء وجرحا وقادة أحياء يتصدرون اليوم الصفوف ذودا عن وطننا وهويتنا وإرثنا الحضاري العريق فقد اضطر أولئك الرجال والنساء للقتال من أجل استعادة السلام ولولا تضحياتهم وشجاعتهم لما كنا ننعم اليوم بالحرية وشرف تمثيل بلدنا وشعبنا بين الأمم الحية حول العالم وهي تحية إلى كل المحافظات وأبناء شعبنا المقاوم والرافض لذلك المشروع الدخيل على بلادنا ومنطقتنا وهي تحية خاصة إلى العاصمة الموقتة عدن مشعل الحرية والتنوير وكل المحافظات الجنوبية التي دفنت مشروع الإمامة في المهد كما دفن على أسوار مارب وجبال تعز وغيرها من المحافظات التي منحت الدولة الشرعية سياجا والمقاومة ملاذا وقاعدة لبناء الصفوف والانطلاق نحو النصر المؤذر بإذن الله وتحية إلى حضر موت العظيمة وهي تستعد لإحياء ذكرى تحرير المكلة من تنظيم القاعدة في ملحمة تاريخية أفضت مبكرا إلى تعزيز جبهة المقاومة للمشروع الإيراني والميليشيات الإرهابية المتخادمة معها وهي مناسبة أيضا للإقرار والإنصاف والاعتزاز بدور القوى الوطنية الحاملة للقضية الجنوبية التي توحدت تحت لوائها كتائب المقاومة الباسلة لدحر الميليشيات الغازية ورد أطماعها ومغامراتها الطائشة وكل التحية إلى شعبنا الصابر وراء قضبان الميليشيات الإرهابية وفي مخيمات النزوح وبلدان الشتات إلى مثقفين وصحفيين ونشطائنا الذين يتصدون على جبهة الوعي لخطاب التضليل والموت والخراب استحقوا هؤلاء الأبطال والمدن التكريم والإنصاف وتخليد الذكرى وليس هناك أفضل من أن تستلهم قوانا السياسية إرثهم وصمودهم بمزيد من الاستفاف وحشد كافة الإمكانيات والطاقات لاستعادة مؤسسات الدولة وتحصين جبهتنا الداخلية ضد أدوات المشروع الإيراني الذي يتربص بنا جميعا دون استثناء لذلك فإن اعتداءات الميليشيات وحصارها الحاقد على مارف وتعز والضالع ولحك وغيرها من المحافظات تعنينا جميعا وسنتداعى لها بردع جماعي حازم في حال استمرار تعنتها واستنفاذ كافة المساعي لدفعها نحو خيار السلام العادل والمستدام القائم على الأسس والمرجعيات المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا الأخوة والأخوات في خضم الكثير من التحديات المتشافكة التي تواجه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة كان هناك مؤشرات للتعافي ما يبعث على الأمل ولعل اجتماعاتكم الموسعة في العاصمة المؤقتة عدن تؤكد عزمنا جميعا على تحسين الظروف وتهيئة الأوضاع المناسبة للعمل من الداخل ويعادة بناء مؤسساتنا الوطنية وفقا لإعلان نقل السلطة ومشاورات الرياض وعلى أساس مبادئ الحكم الرشيد والعدالة والتسامح وتكافؤ الفرص وخلال الفترة المقبلة ستزداد اجتماعاتنا التشاورية على هذا النحو البناء بين مستويات الحطم المختلفة في هذه المدينة الوفية وغيرها من المحافظات المحررة وسنجتمع في نهاية المطاف بعون الله على أرض صنعاء نصرة لأهلنا المقهورين هناك تحت نير الميليشيات ووفاء بوعد السلام وإنهاء الانقلاب ويعادة الاعتبار للهوية الوطنية وترسيخ انتماء بلدنا وشعبنا إلى حاضنته العربية الأخوات والأخوة على مدى الأحد عشر شهرا الماضية ركز مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على ترتيب الأوضاع الأمنية والعسكرية وتعزيز سلطة القضاء وتحسين قدرات الأجهزة المالية والمصرفية في استيعاب التعهدات والوداع المقدمة من الأشقاء والأصدقاء وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ويمكنكم أن تروا كيف قادت هذه الجهود إلى تراجع أعمال العنف في المحافظات المحررة والحضور المتنامي للأجهزة القضائية واستيعاب أفضل للمشروعات الخدمية التي ستتسارع تيرتها خلال العام الجاري وخصوصا في رحاب العاصمة الموقعة عدن وعلى الصعيد الاقتصادي والنقدي حافظت السياسات المتخذة على استقرار نسبي للعملة الوطنية ومحاصرة عجز الموازنة العامة عند حدوده الآمنة والتوقف عن تمويلها من مصادر تضخمية رغم التوسع في الإنفاق على الالتزامات الحتمية وفي المقدمة انتظام دفع رواتب موظفه الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن والمتقاعدين للمرة الأولى منذ سنوات وذلك إلى جانب مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج والهيئات الدبلوماسية والتدخلات الطارئة لمواجهة احتياجات قطاع الكهرباء وفوق ذلك فإن الشراكة والثقة المتبادلة مع القطاع الخاص تتحسن بصورة غير مسبوقة الأخوة والأخوات منذ وقت مبكر أدركنا أن إحداث التحولات في مسار المواجهة ضد المشروع الإيراني وعملائه يتطلب عكس الصورة المضللة عن القضية اليمنية العادلة والطبيعة الإرهابية للميليشيات الحوثية فكان حراك رئاسي وحكومي إقليمي ودولي وتعاطي جاد مع الجهود الحميدة لتثبيت الهدنة الإنسانية التي ضاقت منها الميليشيات سريعا ومع ذلك نعلم أن الموقف الدولي لم يرق بعد إلى مستوى الفعل لكنه بات أكثر وضوحا ويقينا بأن السلام لا يمكن أن يأتي من كهوف الخرافة والدعاء الحق الإلهي في حكم البشر والقمع المنفلت لحقوق الإنسان وخلال ذلك الزخم السياسي لم نتخلى أبدا عن الثوابت والأهداف المشتركة وزدنا قناعة بأن الميليشيات الحوثية الإرهابية لا يمكن أن تكون مشروعا جادا لسلام مستدام ولذلك حصلت على التصنيف الذي تستحقه من مجلس الدفاع الوطني ومجلس الجامعة العربية كمنظمة إرهابية الأخ رئيس وأعضاء هيئة التشاور الأخوات والأخوة وسط هذه المهام المتشعبة لدينا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة قناعة تامة وواقعية بأن وجود أي سلطة إنما هو لخدمة مواطنيها الذين عادوا ترتيب أولوياتهم في ظروف الحرب القاهرة بدءا بالخبز والماء والدواء والطاقة وسبل العيش والرعاية الصحية ومدارس الأطفال الآمنة وهي حقوق مكفولة لضمان أبسط متطلبات الكرامة الإنسانية لليمنيين واليمنيات التي لا ينبغي أن تشغلنا عنها أي أولويات أخرى ومهما حاولت الميليشيات الإرهابية خنق مواردنا الاقتصادية وتجويع شعبنا فلن يثنين ذلك عن ابتكار الحلول والتكيف مع المتغيرات لإبقاء مصالح الناس وأحلامهم متقدة إلى الأبد وقد كانت الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية اختبارا حقيقيا على هذا الصعيد مع توقف صادرات القطاع النفطي الذي تمثل 65% من إجمال الإرادات العامة ما وضع المجلس والحكومة أمام خيارات صعبة كان علينا أيها الأخوة والأخوات أما الاستجابة الطارية لاحتواء التداعيات المدمرة أو الرضوخ والاستسلام للكارثة التي تريد بها الميليشيات إغراق البلاد في أزمة جوع شاملة بما في ذلك توقف رواتب الموظفين والخدمات الأساسية والتدخلات الإنسانية المنقذة للحياة ومن بين خيارات ضيقة شجعنا الحكومة على إصلاحات شاملة في المالية العامة تشمل إجراءات تقشفية وتضمن مكافحة الفساد وتؤكد الحاجة الماسة للدعم من الأشقاء والأصدقاء لسد الفجوة في بند المرتبات والنفقات الضرورية بدلا من اللجوء إلى الخيار الأسهل عبر الإصدار النقدي الذي من شأنه أن يهوي بالعملة الوطنية والأوضاع المعيشية إلى مستويات متدنية الأخ رئيس وأعضى هيئة التشاور إننا نقتنم هذا اليوم الختامي لاجتماعاتكم الثامن من مارس المتزامن مع يوم المرأة العالمي لنحيي فيه كفاح نسائنا في مختلف الميادين وهنا اللواتي تحملنا العبء الأكبر من حرب وبطش من الميليشيات الإرهابية على أمل أن يكون هو اليوم الذي سيصبح بعده تحالفنا الوطني على قلب رجل واحد وهدف واحد وضد عدو واحد ولتكون هيئة التشاور والمصالحة جزءا أصيلا في رعاية وحماية هذا المشروع الجامع الذي ينتصر لتضحيات الأبطال من قواتنا المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية مجددان كل الأمنيات لكم بالتوفيق والنجاح لما فيه خير وعزة شعبنا ومصالحه العليا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر